اشتركوا في القناة تفاوت في تعاطي المواطنين مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في بلادنا وكاميرا الموريتانية تصد مشاهد من ذلك في أكثر من ولاية أينما كنتم مشاهدنا الكرام حياكم الله أهلا بكم لتفاصيل نشرة الثامنة من قناة الموريتانية معكم الليلة فيها القالية منتع مرشين ومحمد بالديدي مساء الخير مساء الخير مشاهدنا الكرام وأهلا بكم تصحبنا بلغة الإشارة عيشام تعليم أهلا بك القالية أهلا بكم مشاهدنا الكرام أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموشب مرسوم صادر اليوم تم تعين سيد محمد علي ولسدي محمد رئيسا لسلطة منطقة وديبو الحرة وجه فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني برقية التعزية التالية إلى الرئيس الفرنسية سيد ديمانويل مكرون بمناسبة وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان هذا نص البرقية قد علمنا ببنغ الأساء والحزن بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان يوم الأربعة الثاني من دجمبر 2020 وأود باسم الشخصي وباسم الشعب الموريتاني أن أعبر لكم والشعب والحكومة الفرنسيين وعائلة الفقيد عن أحر التعزي والمواساة في هذا المصاب الكبير وأنوه بهذه الشخصية التاريخية في السياسة المعاصرة والتي يعود لها الفضل في تحديث وعصرانة فرنسا والقيام بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية مع التزامه ببناء الوحدة الأوروبية وسيحفظ التاريخ لسيد فاليري جيسكار ديستان بصورة رجل الدولة والقائد الفرنسي الكبير تقبل سيد رئيس اسم التقدير والاعتبار تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الصباح اليوم بالقصر الرئيسي فنوكشوت نسخة من ملف ترشح سيد أحمد اليحيا رئيس الاتحادية الموليتارية لكرة القدم لرئيسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف شاء ذلك خلال استقبال خاص به رئيس الجمهورية وأدل رئيس والاتحادية الموليتانية لكرة القدم بعيد اللقاء بتصريح قال فيها إن رئيس الجمهورية أكد دعم بلادنا لملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسم الله الرحمن الرحيم حظيت اليوم بشرف استقبال من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وقدمت له ملف ترشحي لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم وقد جرينا محادثات في هذا الموضوع حيث قدمت له جميع المواضيع المتعلقة بهذا الترشح كما أزداري فخامته نصايح وتوجيهات في هذا الموضوع من أجل النجاح إن شاء الله كما أيضا عبر لي فخامته عن دعم وتأييد الحكومة والشعب الموليتاني لترشحي لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم وهي مناسبة بالنسبة لي لأقدم الشكر لفخامته على هذا الدعم الكبير وعلى المساندة أعلن اليوم بمقر الجمعية الوطنية عن انطلاق أنشطة فريق للنساء البرلمانيات لترقية حقوق الإنسان يهدف هذا الفريق حسب القائمين عليه للمساهمة في الشهود المقام بها لحماية وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا من الجمعية الوطنية يتم الإعلان عن ولادة فريق النساء البرلمانيات لترقية حقوق الإنسان ويهدف هذا الفريق إلى متابعة القوانين وتطبيقها وصون المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والحث على سد النواقص التي خلفتها بعض المسلكيات المجتمعية إن تشكيل هذا الفريق البرلماني يعبر عن شعور السلطة التشريعية بجسامة المسؤولية المقاطعة على آتقها في ترقية حقوق الإنسان والواقع ندى الثورة أنها قد كرس مبدأ احترام حقوق الإنسان في دباشته وفي متنه انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي صادقت عليها بلادنا لذا فإن علينا كمشرعين أن نسر على مواءمة تشريعاتنا الداخلية مع متطلبات حماية هذه الحقوق التي هي حقوق مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا فهي ملازمة له برد النظر عن هويته أو مكان وجوده أو لوضته أو عرقه وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية كما يجب علينا في إطار مهمتنا الرقابية أن نتأكد من تنفيذ السياسات الحكومية المعلنة في هذا الصدق ومن هنا تأتي أهمية تشكيل هذا الفريق البرلماني الذين توقعوا أن يساهم في تحقيق تلك الواجبات ودعا الفريق البرلماني إلى الدفاع عن جميع فئات المجتمع وأن لا يقتصر الدفاع على أصحاب المظالم فحسب عمالة الأطفال وغيرها مسلكيات يسعى المنضوون تحت لواء الفريق البرلماني الجديد إلى القضاء عليها ليعيش الإنسان معززا مكرما رقم المكتسبات المهمة التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان في العقود الماضية فإنها ما زالت تتوق لتحقيق المزيد في هذا المضمع لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ القوانين وتفعيل الآليات وتأسيساً على ذلك فإننا نعتزم في هذا الفريق تكثيف نشاطاتنا لتحسيس الساد البرلماني بواجباتهم بغية التغلب على النواقص التي ما زالت تلاحظ بفعل تراكم واستحكام بعض المسلكيات الاجتماعية وبذلك يتعزز الدفاع عن حقوق الإنسان بفريق برلماني تشريعي من المحتمل أن يدفع بتطقية حقوق الإنسان إلى الأمام باعتبارها ركيزة لقيام دولة القانون والمؤسسات خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع على رعقدته اليوم برئاسة سيد عمر عبدالليسو رئيس اللجنة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 وتبعت اللجنة خلال الاجتماع عرضاً قدمه مع الوزير المالية سيد محمد لمينو للذهبي استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها وقدم وزير المالية كذلك خلال اللقاء عرضاً حول ميزانية الوزارة الأمن العامة لرئاسة الجمهورية التي من ضمنها ميزانية المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأذر قد استعرض المندوب العام لتأذر سيد محمد محمود والبعسرية خلال الاجتماع المشاريع التنموية التي ستنفذها المندوبية خلال السنة المقبلة استعرضاً مختلفة بنود ميزانية المندوبية في مشروع قانون المالية الأصلية لسنة 2021 ومجالات توجيهها ودائماً في الشأن البرلماني حيث خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته مسامسي برئاسة السيد عمار عبدالله سو رئيس اللجنة لملاقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية الأصلي مسألة 2021 وتابعت اللجنة خلال اجتماع عرضاً قدمه وزير الدفاع الوطني السيد حننة والسيدي استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومشالات صرفها كذلك خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته مؤخراً برئاسة السيد عمار عبدالله سو رئيس اللجنة لملاقشة ميزانية وزارة البترولي والمعادن والطاقة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 تابعت اللجنة خلال اجتماع عرضاً قدمه وزير البترولي والمعادن والطاقة سيد عبدالسلام المحمد صالح استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومشالات صرفها شارك وزير البترولي والطاقة والمعادن اليوم عبر تقنية الفيديو في الندوة الوزارية المنظمة بين المملكة المتحدة وإفريقيا حول موضوع الطاقة المتشددة وزير البترولي والطاقة والمعادن عرض أمام المشاركين رؤية قطاعه حول الطاقة مؤكداً وجود فرص رائعة للاستثمار في هذا المجال ندوة وزارية افتراضية خاصة بالطاقة المتجددة في المملكة المتحدة وإفريقيا جنباً إلى جنب مع قادة سوق تكنولوجيا الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة المهتمين بموارسة الأعمال التجارية في إفريقيا وزير البترولي والمعادن والطاقة عبد السلام ومحمد صالح شارك في هذه الندوة عن بعد مبرزاً أهمية الطاقة المتجددة لبلادنا إذ تشكل فرصة رائعة لأمتنا حسب تعبيره وأكد الوزير أن موريتانيا ستركز في السنوات القليلة القادمة على تطوير المزيد من القدرات الانتاجية من الغاز والطاقة المتجددة بالاعتماد أكثر على التقنيات ذات الكفاءة لتوفير طاقة فعالة ونظيفة وبأسعار معقولة وتطرق الوزير إلى تطوير المزيد من أنظمة الربط البيئي التي ستسمح لنا بربط معظم المراكز الحضرية بالشبكة ولكن أيضاً ربط مع شبكات البلدان المجاورة بالإضافة إلى تصميم وتطوير حلول الطاقة المناسبة للمناطق الريفية باستخدام الطاقات المتجددة والتقنيات الأكثر ملاءمة واعتماد أنسى بتنظيم مؤسسي لإدارة القطاع وإجراء الإصلاحات اللازمة لدفع هذه التطورات والارتقاء بالتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة في منطقة المغرب العربي ومنطقة دول الساحل وأوضح الوزير أن كوفيد-19 له تأثير مدمر على قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم قد أدى عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات النفطية إلى تهديد وتأخير العديد من مشاريع الطاقة لكن كوفيد-19 حسب الوزير سرع أيضاً تحول الطاقة الذي يفتح فرصاً جديدة ويخلق بالتأكيد تحديات جديدة أمام قطاع الطاقة في بلادنا حسب تعبيره ويتضمن جدول أعمال الندوى مناقشات حول كيفية تسخير الدول الفرقية للتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والمنح المتاحة في المملكة المتحدة قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد الداه والسيد والأعمر طالب صباح اليوم بمقر سفارة جمهورية السودان الشقيقة باسم رئيس الجمهورية تعزي الحكومة والشعب الموريتانيين بمناسبة وفاة الإمام الصادق المهدي رئيس الحكومة السودانية الأسبق ودول الوزير بحضور سفير جمهورية السودان الشقيقة السيد بلال قسم الله الصديق والقنصر السوداني السيد محمد العبيد أبو الحسن الشاذري في سجل التعازي مالي باسم فخابة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني والحكومة والشعب الموريتانيين فإنني أتقدم بأصدق التعازي القلبية إلى الحكومة والشعب السودانيين إذ روفات المعظور له بإذن الله الصادق المهدي رئيس الوسراء الأسبق راشيا من المولى جل جلاله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليها راجعون شارت مراسيم تقديم التعازي بحضور المدير العام لمديرية تعاون الثنائي بوسرة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السفير محمد الحنشي والكتاب ومدير التشريفات بالوسرة السيد السفير العالم والحمسة علق كلهم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلامي والاتصال الناطق رسمي باسم الحكومة ووزير الداخلية والمركزية ووزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرانة الإدارة مساء أمس في نواك شوط على نتائج اجتماع مجلس المزارع تطرق المؤتمر الصحفي لقضايا من بينها الإجراءات المتخل لمنع تفشي فيروس كورونا في نسخته الجديدة في بلادنا شكل المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مناسبة لعدد من الوزراء للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة الأخير وقد استهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سيد والسالم اللقاء بعرض مجموعة مشاريع القوانين والمراسم والبيانات الصادرة عن الاجتماع قبل أن يفسح المجال أمام أعضاء الحكومة الحضور للتعليق كل حسب اختصاصه الإجراءات الجديدة التي اتخذت الحكومة لمواجهة الارتفاع الحاصل في انتشار جائحة كوفيد-19 كانت مجال عرض وتعليق من طرف وزير الداخلية واللا مركزية على أساس التطورات قرر المجلس عدة جراءات أولا قرر لمتابعة الوضع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد-19 كل 48 ساعة والقرار الثاني هو وقف الدراسة في المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم الجمعة القادم عند الساعة الواحدة لمدة عشرة أيام القرار الآخر هو تقليص تتواجد العمال في الدوائر الحكومية حسب الضرورة القرار الآخر هو رفع مستوى تحسيس المواطنين حول ضرورة الاتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في الأسواق والأماكن العامة والحد من اللقاءات مباشرة وتركيز ما أمكن على الفيديو كونفرانس وتتبادل عبر وسائل اتصال الأخرى التعقيم الدوري للبكاتب والأماكن العمومية وحضر التجمعات العامة غير الضرورية ومن جانبه بيّن وزير التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ملامح البيان المتعلق بإعادة هيكلة التكوين الأولي لمدرس التعليم الأساسي على مستوى مدارس تكوين المعلمين البيان يتعلق بإعادة هيكلة تكوين المعلمين مدارس تكوين المعلمين هذا البيان يستجيب الكون المدرس هو الركيز في تحسين نوعي التعليم وفي إصلاح القطاع بشكل عام وتكوينه في الفترة الأخيرة يعتريه بعض المشاكل منها أولا عدم جاذبية المهنة لغياب مستوى التحفيز يعود يجيب الناس التي عندها كفاءة كبيرة جانب الآخر هو غياب برنامج تكوين يعود ينطلق من مواصفات التي تتعود متوفرة والقضية الثالثة هي ضعف تكوين اللي يتلقاه المدارسين في مدرس التكوين المعلمين وغياب تكوين المستمر وفي تعليقها على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي بيّن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرانة الإدارة كما رسل محمد أن هذا المشروع يهديه من بين أمور أخرى إلى تقديم استشارات حول المواضيع المتعلقة بالعلاقات المهنية ودعم الحكومة في مجال الحكامة الاجتماعية مبرزاً في هذا الشأن أن المجلس يمثل هيئة استشارية تضم ممثلين عن الحكومة والعمال والمشاغلين وأضاف وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرانة الإدارة أن المجلس سيضم خبراء في المجال ويمثل هيئة مراقبة من شأنها المساهمة في التعريف بالآذار التي يمكن أن تخلفها الأزمات الصحية مشيراً في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية طالب بتحديث قانون الشغل وهو ما يتطلب هيئات وآليات يدخل في إطارها إن شاء المجلس المذكور وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستعمل على اقتناء لقاح فيروس كورونا في الفترة القادمة رد الناطق الرسمي باسم الحكومة اللقاح قضية مطروحة للعالم كامل لأنه ولن اعتماد اللقاح ما فات اعتمد من طرف المنظمة الدولية للصحة بعض الدول فات اعتمدوا لذا الدول النائية تعدل معدل الشراكة إياك تعدل هي مولي تعدل هي طالب مشترك يسهل ذاك ولن تزويده ويخفف سعره وذاك مولي تاني يدخل فيه وزير الصحة متابعة ذاك الملف على كل حال وبإمكاني سادة المشاهدين متابعة ملف خاص عن قطاع التشغيل والشباب والرياضة ضمن ملفاتنا المتعلقة بحصيلة قطاعات الحكومة في شتى مجالات التنمية وذلك قبل نهاية هذه النشرة بحول الله أدى الأمن العام لوزارة الإسكان والعمراني والاستصلاح الترابي رفقتها والدخل وذيبو زوال اليوم زيارة تفقد والطلاع لعدد من المشاريع الملفذة من طرف قطاع الإسكاني بالمدينة القالية زيارة شملت مشروع بناء ملعب وذيبو الرياضي ومقر المجلس الجهوي وثانوية امتياز وإعدادية حي مدريد ومدرسة بالمقطع خمسة من أحياء الترحيل وبناية المعهد العالي المهني للغاة والترشمة الفورية مشاريع قيد الإنجاز منفذة من طرف قطاع الإسكاني والعمراني والاستصلاح الترابي تحت دائرة المتابعة والتقييم على مستوى مدينة وذيبو الأمن العام لوزارة الإسكاني والعمراني والاستصلاح الترابي رفقت والدخل وذيبو استهل زيارة التفقد والاطلاع لمدينة وذيبو بمشروع بناء ملعب وذيبو الرياضي ويضم الملعب تسع مدرجات قادرة على استيعاب عشرة هلاف وثلاثمائة متفرج وقد بلغ تقدم الأشغال في هذا الملعب الذي سيحتضن بطولة الناشئين الأفارقة مطلع العام المقبل مراحل متقدمة وينفذ المشروع على نفقة ميزانية الدولة بمبلغ مليار وستمائة مليون أوقية قديمة من طرف الهندسة العسكرية المحطة الموالية للأمن العام ولوذي المرافق له كانت مشروع بناء مقر المجلس الجهوي لدخل الدن وذيبو ويضم مشروع المبنى بناء دورين وعدة مرافق وبلغ تقدم الأشغال في هذا المشروع الذي تم تتشينه أغسطس الماضي ثلاثين في المئة بعد ذلك زار الأمن العام رفقة السلطات الإدارية ثانوية الامتياز بحي المزارعين هنا اطلع على تقدم الأشغال في بناء ثمانية فصول المنفذة على نفقة ميزانية الدولة بمبلغ ستين مليون أوقية قديمة الأمن العام ولوذي المرافق له توجه بعد ذلك إلى أحياء الترحيل حيث وقف على تقدم سلل الشغال في إعدادية مدريد بفصولها الثمانية وقدم مسؤول تنفيذ المشروع توضيحات حول الطرق المتبعة في إنجاز هذه البنائية التعليمية والتي بلغت تكاليفها 116 مليون أوقية قديمة ودائما في أحياء الترحيل وقف لمن العام رفقة السلطات الإدارية والأمنية على سلل الشغال في مدرسة الترحيل بالمقطع رقم خمسة المجزة من طرف إسكان في إطار مشروع بناء ستة مدارس على المستوى الجهوي وحث المين العام القائمين على تنفيذ هذا المشروع على ضرورة الإسراع في إنجازه في الأجل المحددة وفق دفتر شروط الالتزام بهذا الشأن المحطة الأقيرة من الزيارة شملت المعادة العالية المهنية للغات والترجمة بحي المزارعين وتجول الوفد الزائر داخل مختلف مكونات هذه المنشآة التعليمية التي ضمن قاعات وأقسام وتجهيزات عصرية وسكنا لطلاب خلال هذه الزيارة طرعا نتقدم الأعمال تكلمنا مع القائمين عليها خاصة المقاولين وكدنا لهم حرص الوزارة والدول والحكومة لتطبيق دفتر الاتزامات اللي عندهم والصيف اللي موقع به وبجهود المطلب والأجال اللي محدد وقلنا لهم الدولة هون ماتلات مسامحة وقضية قضية هاي الأشقاء اللي دائما في النهاية يعدوا للفينيسيون ما مقبال مضوطين حتى يعدوا في قدم الأمور اللي يخطى لذلك ماتلات مخطى منه شيء زيارة الأمين العام لوزارة الإسكاني والعمراني والصلاح الترابي لمدينة نوذبو مكنت ميدانيا من التعرف على سلل الشغال في مشروعات تتعلق بالبن الرياضية والخدمية والتعليمية على مستوى عاصمة البلاد الاقتصادية الفاغة والشيباني قناة الموريتاني وذبو أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم خلال نقطة الصحفية اليومية عن حالة الوضعية الوبائية في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية محمد قد تميزت هذه الوضعية بارتفاع في عدد الإصابات مقارنة مع حالة الشفاء بالنسبة للحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 142 حالة إصابة جديدة من ضمنها 28 من ضمن المقارطين 114 حالة مجتمعية صفر حالة وافدة خمس حالات شفاء تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية وللأسف كذلك تم تسجيل حالتي وفاة نسأل الله العلي القدير الرحمة والغبران للحقيدين ليبلغ بذلك إجمال الإصابات منذ بداية الوباء 9000 وخمس إصابات من ضمنها 7779 من ضمن المقارطين و1043 من الحالات المجتمعية وكذلك 183 من الحالات الوافدة إجمال الشفاء منذ بداية الوباء بلغ 7775 فيما بلغ إجمال الوفيات للأسف 181 بالنسبة للحالات النشطة هي بعدد 1039 من ضمنها 951 من الحالات بدون أعراض 67 بأعراض خفيفة و21 بحالات حريشة نسأل الله لهم الشفاء أما توزيع الإصابات الجديدة على مقاطعات الوطن فهي كالتالي النعمة إصابة واحدة إثنتان في تنبدغة سبعة في العيوم 18 في الإكسار إثنتان في السفخة 57 في مقاطعة تفرق زينة سبعة في دار النعيم 12 في تيارة 6 في توجونين 21 في مقاطعة عربات 5 في مقاطعة الميناء وأربعة في مقاطعة الرياض أما إجمال الفحوص خلال الـ 24 ساعة الماضية فهو 129 فحوص جديد من ضمنها 1110 من فحوص التشخيص و19 من فحوص المتابعة موزع على 618 من الفحوص السريعة و492 من فحوص الحمض النووي بسعر أجريت خلال 24 ساعة الماضية 88 فحوص جديد في ولاية الحوض الشرقي 34 في ولاية الحوض الغربي 26 في العصابة 2 فقط في بورغول 4 في البراكنا 12 في ترارزة 10 في ولاية أدرار 91 في ولاية داخلة مواذيبو 6 في ولاية تقاند 25 في قديماقة 14 في تير الزمور 0 في إنشيري و657 على مستوى ولاية نواكشوط الغربية 94 على مستوى نواكشوط الشمارية و66 على مستوى نواكشوط الجنوبية إجمال الفحوص منذ بداية الوباء 106.996 من ضمنها 90.686 من فحوص التشخيص و16.310 من فحوص المتابعة موازع على 78.678 من الفحوص السريعة و12.08 من فحوص بسار وفي هذا الإطار دائما ما يزال تعاطي المواطنين مع الإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتخاذها في هذه المرحلة لمنع تفشي شهرة ثانية من فارس كورونا متفاوتا حيث تباين تطبيق هذه الإجراءات بين المواطنين كاميرا الموريتانية ترصد جوارب بتعاطي المواطنين وبعض المصالح الحكومية مع الإجراءات الجديدة وحالة الأسواق والمستشفيات في ظل تزايد الإصابات موادر موجة ثانية من جائحة كورونا يعيش العالم اليوم دق تفاصيلها صنفت أنها الأقوى والأشرس والأكثر فتكا من ظهور فيروس الكوفيد-19 قبل زهائي عام من الآن موجة جديدة اشتاحت كثير من بلدان العالم وموريتان اليوم تعاني من هذه الموجة وبالتالي يجب أن نتمسك بإجراءات أكثر من أي وقت مضى لأن الدواء مازال بعيد ومازالت الناس تنتظروا وبالتالي المرض خطير جدا الموجة الثانية لم تستثني بلادنا فقد بدأت أعداد الإصابات تتزايد بشكل مضطرد في الأيام الأخيرة محد بالحكومة أن تقرع الأجراس مستشعرة الخطر على مواطنيها وتطلق إجراءات احترازية جديدة من ضمنها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام وتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة في الأسواق تقليص عدد الأشخاص المداومين بالإدارات العمومية الحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية ويعطاء الأفضلية للقاءات عبر الفيديو والمبادلات عن طريق الهاتف بالنسبة للقاءات التي تعتبر ضرورية القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة وحضر التجمعات للجمهور غير الضرورية وفي بعض الإدارات والدوائر الحكومية والمجالس البلدية بدأ العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية من خلال بوابات التعقيم عند المداخل ونقاط فحص درجات الحرارة للموظفين والمراجعين إضافة إلى تحسيس المراجعين والعمال بضرورة التباعد وعدم الاختلاط أما في بعض المستشفيات وفي الشوارع العامة والأسواق فيبدو المشهد مخالفا لكل التوصيات فحمى الخوف من الموجة الثانية مؤجلة لصالح حمى تأمين الحاجيات الضرورية التهون يحكم المشهدة فالكثيرون يضربون بالتدابر التي وضعت الجهات الصحية عرض الحائط غير مكترثين كثيرا بقواعد التباعد الاجتماعي في مشهد يوحي وكأن هاجز كورونا بات خلف الظهور رغم مخافي البعض من أن تلجأ الحكومة لتشديد الإجراءات أعاد المواطن يعاون الدولة بهذه الدولة لما تعاون أها المواطن ويقبضه والكمامة ويقسر أيديه ويحتفظ على نفسه الدولة لا تساعد أنها ما تكفر المرس أعاد المواطنين يعاون في روصهم ثم يعادوا لأسباب نحن مؤمرين بالأسباب الله سبحانه تعالى قاعه هو المزجد الكامل لكن نحن مؤمرين بالأسباب ورغم النجاح الذي حققته بلادنا وما اكتسبته الأجهزة الطبية من خبرة في التعاطي مع الوباء إلا أن ظهور المزيد من الحالات في الأيام الأخيرة يستدعي تعاونا وذيقا لتطبيق وسائل الوقاية العامة في أماكن العمل والأسواق والتجمعات العامة ووعيا وإدراكا بمخاطر الفيروس الذي ما يزال العالم ينتظر دواءه الالتزام بالإشراءات الاحتراسية إشراء تباين تعاطي البواطنين معه رغم المعطيات التي تقدمها البوشة الثانية من الفيروس في بلادنا كاميرا الموريتانية رصدت عينة من تصرفات المسافرين في بعض محطات النقل الحضرية سيارة الأجرى داخل العاصمة زحمة واختناق مروري عند مختلف ملتقيات الطرق ونقاط النقل الحضر داخل العاصمة واكشوت تدافع واكتظاظ يحظو فيه المنكب المنكبة لا تخطئه العين داخل سيارات الأجرى التي تقل المواطنين بين مختلف مقاطعة العاصمة لا إجراءات احترازية ولا تباعد أشياء الذي يطرح عديد التساؤلات حول أسباب تهاون بعض السائقين بالتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19 وذلك رغم التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة القاضية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس بين المواطنين نحن وقتنا هنا لدو ستة واقش وما انتم ستة ما قلنبش أربعة مهور يبدو واقع بالنسبة لها إجراءات الاحترازية التي منيالتها للتاكسيات يحترمون وأهل ما أنهم اللهم لا يحترمونها لا ما جد إليهم الوباء إنه خارق ما فعل جد إلي الناس ومن ناحية منيالت الدولة تقبوا الأدل التاكسيات لا يقدر إليهم لا يتم بيمشنهم من يالتم يفروا عليهم تقريبا لتجيبهم الدولة وتقسموا عليهم مجانا لك ما يخسرش جولة هنا لكاميرا الموريتانيا تكشف دون عناء مدى الاستهتار في الأخذ بالإجراءات الاحترازية الصورة خير شاهد وموثق في هذه المناطق التي قمنا بالتصوير فيها فهنا مجموعة من الأشخاص ينعدم بينهم احترام المسافة والتباعد الاجتماعي وتغيب الكمامة وهنا من قام بخلعها أصلا هذه تكشفية الستة هذا مايصح وهذه الموجة الثانية من كوفيد يضلتها تعود عندها لقابة شد من الأولى ويضلتها تراقب هذه المراكز هنا ظاهرة عامة البلوافة المجتمع وهي الاكتظار في سيارات الاجراء سيارات الاجراء تعتبر الاكتظار فيه موصة الحماية للنفس وباء كورونا المتشر في العالم هذه هي صورة المشهد العام للواقع الأخذ بالاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية داخل محطات وملتقيات وسائل النقل الحضري في نواك شوطة وللمشهد بقية رقم المنح التصاعد لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة يلاحظ تراخن وتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من الفيروس على مستوى النقل الحضري زينب الدوم الموريتانية سوق كلينيك نواك شوط ولمعرفة المزيد عن الحالة الوبائية وعن كيفية إجراء التشخيص وظروفه ومكانه نستضيف لكم الدكتور محمد الشيخ وهو مسؤول بإدارة الرقابة الوبائية أهلا بكم سيد الدكتور أهلا وسهلا في البداية نود منكم أن تضعونا في صورة الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا في بلادنا بسم الله الرحمن الرحيم كما ورد في المؤتمر الصحفي قبل قليل تم تسجيل 142 حالة جديدة من وباء كورونا كما تم تسجيل حالتي وفاة للأسف الشديد وخمس حالات شفاء من خلال المعطيات اليومية خلال الأسبوع الجاري نتبين وجليا الزيادة الواضحة والكبيرة في عدد الحالات المسجلة وكذلك في عدد الحالات الخطيرة مما يدل على تصاعد وعلى بداية حقيقية للموجة الثانية من هذا الوباء ضيفي الكريم كيف تجري عمليات الفحص لاكتشاف الفيروس وهل من معايير معينة يعني الاختيار من يتم فحصهم وإن تجرى هذه الفحص في جميع المشآت الصحية على مستوى أنوار الشوط والداخل سواء كانت نقاط صحية أو مراكز صحية أو مستشفيات هي مفتوحة ومجهزة بآليات والأشخاص المكونين على الفحص وبالتالي على أي مواطن ظهرت عنده الأعراض أو خالطة أن يتصل بجهات المعنية لكن ينبغي أن نوضح بعض الأمور في هذه الناحية فيما يخص الفحص يتم فحص فقط الحالات التي عندها أعراض هي الحالات المشتبة فيها أما الحالات المخالطة بدون أعراض فيكفي فقط أن تلتزم بالحجر الصحي الذاتي خلال عشرة أيام وبعد ذلك يتم تقييم مواطعيتها من طرف الجهات الصحية إذن الشخص تشخيص متوفر في المشآت الصحية كلها ولكن يتم فحص فقط الحالات التي عندها أعراض دكتور أستنعكم على المقاطعة على ذكر هذه الأعراض التي ذكرت ومن يجب أن يتم فحصهم ما هي هذه الأعراض بشكل مفصل حتى نوضحها للرأي العام وللمواطنين هذه الأعراض هذه الأعراض هي الحمى أو الأعراض جهاز تنفسي كضيق التنفس وعواف التنفس سعار شديد نزلة كل هذه أعراض اجتباه وبالتالي ينبغي لأي مواطن لا يتساهل وأن يتقدم إلى المؤسسة الصحية من أجل الكشف الموكل وبالتالي تأمين تكفل نوعي من البداية دكتور أستسمحكم قليلاً لوضح بعض الإشكالات التي يطرحها المواطن الكريم دكتور الفترة التي نعيش الآن هي فترة عادة في الغالب تشهد نزلات بردية في السابق نتيجة للتحول من مناخ إلى مناخ آخر ما الفرق بين الأعراض أعراض كوفيد وأعراض الفرق بين أعراض كوفيد يعني فيروس كوفيد والنزلات البردية التي كانت تحدث للمواطنين عادة مع بداية موسم الشتاء فإن كما ذكرتم تداخل هذه الأمراض خلال نفس الفترة بشكل صعوبة لا يمكن أبداً من خلال الأعراض أو البحث السريري أن نميزه بين أعراض كوفيد تسعة عشر أو غيره من الأمراض الفيروسية المنتشرة كالإنفلونزا أو حتى الحمى الضنك أو الملارياء وبالتالي سيكون الحل الوحيد وتوجه للمؤسسة الصحية فالطبيب وحده من يمكنه وباستخدام ما لديه من فحوص أن يميز طبيعة المرض وبالتالي على المواطن أن لا يتكاسل ويعتبر هذه الأعراض كلها مرتبطة بأعراض النزلات الموسمية العادية دكتور الفحوص أين تشرع اليوم؟ أين تشرع الفحوص؟ هل جميع مستشفيات الوطن على استعداد لإشراء الفحوص؟ أم هناك أماكن خاصة لإشراء هذه الفحوص؟ لا توجد أي أماكن خاصة هذه المرة الفحوص متوفرة بجميع المؤسسات الصحية سواء كانت مراكز صحية أو مستشفيات ينبغي فقط على المواطن أو المريض أن يتوجه وأن يتقدم إلى المؤسسة وأن يعرض نفسه على الطبيب وبالتالي سيتم تشخيص فضع يتوى إذا كان يحتاج الفحص سيتم إجراء الفحص وهو فحص مجاني للتذكير العكس ما تم إشاعته بأن الفحوص مكلفة أو ذات ثمن الفحوص مجانية لجميع المواطنين كل الشكر لكم دكتور محمد والشيخ مسؤول بإدارة الرقابة الوبائية كنتم معنا في هذه النشرة شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات شكرا وصل هذه النشرة لكن معك القرية عفوا محمد مع بروز مخاطر جيحة كورونا خلال الموجة الحالية بدأت الجهة الصحية تكثف أنشطتها التحديثية قصد الوقوف أمام تفشي الفيروس ورغم ذلك فإن المواطنة عمليا لا يعطي كبير اهتمام للفيروس رغم شعوره بمخاطره وضرورة التصدي السريع له هكذا بدأ المشهد في سوق الحنفية الرابعة بداخل التنواذيب اختلاط وقياب شبه كامل للكمامات مع تفاهم القوم هنا لما يجب أن يكون من تحسيسه وما هو كائن من مخاطره بسبب جائحة كورونا الناس كاملة الحمد لله يضرق كاملة مريضة وجاي هذا القاسوش وهذه الحم وتوه يضرق طالبين وتوه من الشاعب كامل يعود لهم للغضب ويعرف أن هذا مرض خطير وفتك العالم بتاع وإحنا ضولة ضعيفة لا عندنا يكون نعرف شر وصمع مدى تقبض الكمامات العليات يديرهم لاحفهم على أخنا وبرتهم الرسالة يصال العليات يا الله يعود التركي يعود محافظين بيلي هم سبحان الله استطيرين وذا ما يعرفو هذا ولا ينحافو عليهم لأننا العليات دائما نصدرهم ليدين ودائما ننظرهم ودائما نقول لهم ووعوهم عليك ووعو المواطنين لخلانهم ولي عن هذا المرض خطير مواطنين إن شاء الله طالبون المدالب أنهم يتباعدوا وأنهم بكمامات وعرفوا المرض خالقة وتوه واحد يتكلأ لهم ولانا ويتباعدوا ويتباعدوا يرقى الناس عند التحسيس الراسة هي تحسس راسة وتحسس عيالها وجيرانها واخوتها الجهة الصحية وهي صاحبة القول الفصلي بخصوص كوفي التسعة عشر تواصل عملية التحسيس والبحث لقطع الطريق على وباء كورونا في ذا اليوم ما في موجود ما في حد محجوز المستشفى على مستوى الوذي وفي حالات متابعة عند منازلها تتابع يوميا والحالات كما تشاهدون الناس موجودة في المراكز وليكنها كاملة عندهم محتاج للتست والله الكشف عليه وعادله فترة حرجة شوي والذي نذكره بالإجراءات إجراءات أولها ينقلوا غسل يدين بصرون وذين ينقلوا لكمامات كمامات معا والضرورة تحدى كمامة هذي اللي منتين الشرودة والحد عنده حوليه والله الهامه والله طرفه كيت امرأ والتباعد التباعد التباعد ضروري جدا من يلطي الناس تتباعد ويلطي أي رقاج مالي وصاب شي وعكة صحية كيف تحمى والله نزلت برد والله عطاس لا بقى وجود مباشرة شيئا فشيئا بدأ المواطن هنا على مستوى ولاية داخلة وذيبو يتفهم خطورة الموجة الجديدة من جائحة كورونا وهو ما جعله يطالب بمزيد تحسيس قبل فوات الأوان لقناة الموريتاني عبدالله والزوبير وذيبو والآن نتحول إلى شبكة مرسلين في الداخل حيث ينضم إلينا من مدينة وذيبو الفاقة والشيباني وعبدالله والصوفي من مدينة النعمة لو بدأنا معك الفاقة والشيباني مساء الخير مساء النور الغالية هل لا وضعتنا في صورة الخارطة الوبائية على مستوى ولاية داخلة أنواذيبو ومدى تعاطي المواطنين مع هذه الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالخارطة الوبائية لفيروس كورونا فإنه منذ مارس الماضي الأرقام تشير إلى 150 حالة من بين 150 حالة هناك خمس وفيات إضافة إلى أربعة حالات تحت المتابعة وهو ما يعني أن المؤشرة ليس قويا نظرا إلى الظروف والإجراءات والتدابل التي تُخذت سواء على مستوى المعابر البرية والبحرية وكذلك الجوية إضافة إلى أن المؤسسات العمومية وكذلك المؤسسات الخصوصية اتخذت تدابير وقائية ضد هذا الوباء العالمي وهو ما يظهر من خلال مؤشر أنه في أغسطس الماضي عندما عاد البحارة إلى المياه فقد ارتفعت الأرقام لكن مقارنة بالموسم الجديد فإن البحوذ التي أجريت على البحارة أكدت سلبية وجود هذا الوباء وما يؤكد أن هناك درجة من الوعي لدى المؤسسات وكذلك الفاعلين بمختلف مكوناتهم سواء بما يتعلق بمؤسسات الدولة التي اتخذت مجموعة من التدابير أو بما يتعلق كذلك بالقطاع الخاص إذن ولاية داخلة وذيبوا على غرار ولايات الوطن الكبرى هناك قلق متزايد لدى المواطنين نظرا لأن هناك عددا من المواطنين لا يرتزمون بهذه الإجراءات والتدابير وهو ما ظهر من خلال التقرير من خلال الأسواق لكن هذا القلق يتزايد ويمكن لمزيد من حمليات التحسيس والتعبية التي تقوم بها الجمعيات والنشطاء الجمعويون أن يساعد في زيادة الوعي لأنه كما تعرفون التعايش مع هذا الوباء ليس له من علاج سواء الوقاية والوقاية تلتزم أو تلزم من المواطنين أولا ارتداء الكمامات وغسل يدين قبل الدخول وبعد الخروج وكذلك احترام التباعد ولا شك أن ولاية داخلة وذيبوا وهي عاصمة الاقتصاد لديها مجتمع مدني نشط وفاعلين قادرين على مواصلة حملات التحسيس والتعبية في ظل المنظومة الصحية التي تمتلكها الولاية سواء فيما يتعلق بالمراكز الصحية وكذلك الفرق التي تتابعوا الحالة الوبائية على مستوى مقاطعتين وذيبو والشامين وضح إذن شكرا جزيلا لك الفاقة والشيباني كنت معنا مباشرة من مدينة نواذيبو قالي من نواذيبو إلى شرق البلاد لنرصد من هناك أبرز مظاهر تعاطي المواطنين مع الإشتراءات الاحترازية لمنع تفشي كوفيد 19 في ولاية الحوض الشرقي محمد المزيد في تقرير عبدالله واللصوفي شوارع مدينة النامة تكاد تخلو من مظاهر الاحتراز ضد الكوفيد 19 وكذلك الحال بالنسبة للسوق المركزي بالمدينة وكأن عاصمة الحوض الشرقي في عزلة عما يجري في العالم فمظاهر الاستهتار بالإجراءات الاحترازية حاضرة في شتى تفاصيل الحياة هنا كلنا يرشف من كاس ويمدل الثاني وكلنا يشرب من القدحة ويمدل الثاني وكلنا مثلا يا اللهتنا مثلا تود فهم حكمة ويود فهم ماتي الشي شاينا من فوق وما اللي فرض علينا رواية والله منعتها والله هي والله هي سلطتنا اللي نعتنا للشارة ونعتتنا له ونصحتنا حتى يا غير مزال فمن أقص هاي الجاي حياطينا إن شاء الله أحفار أحفار مسلمين منها البلقة تروتها وبتالي عاد مخيف يا الله لن تحفظه كاملين يعني الدولة المجهودة القايمة به تكثف منه وتزيد به المخاوف العالمية من خروج الموجة الجديدة للجائحة عن السيطرة لا يأخذه الكثيرون على محمل الجد فروتين الحياة ما يزال متمسكا بنمط ما قبل الجائحة لا صارك حالا لا طبولهم لنا بالعافية وكل ما يعرف أنه كورونا حالي وخطير وهاي قعي فترة وخصوصا نحن قعي لها فترة تشتئ الإجراءات هذه الاحترازية ما موجود ألاتها لي الله تعود كما مات ما ينجب رهون لا في الصيدريات ولا في الطب ولا قائرهم ولا المعاقم كذلك الجهات الصحية بالولاية رغم ما تؤكده من جاهزيتها ترى أن جهدها لن تكون على مستوى الفاعلية المطلوب دون تعاون المواطن نعتبر بأن في بداية هذا الوباء كاننا قطعا بعد مشاكل بهلي الطاقم صحي ما كان هم تكوين وأكثر شيء ما كنا نعرف الصيف اللي نكابح بهذا المرض يغير بعد في إذناء الزمن اكتشفنا بعد خبر وكونوا فريق ينقال له فريق كأنه سري لإكيب الإنترفازشون رابيد خاص لنقدم حالة مشتبه بيها يجو عندهم آلات المحتاجين لكيفية البحوص وقهات وبلوزات كاملة ويغير مولي لا نختار بأن المواطنين مولي يساعدون بيه بيدي نحن وحل ما نقدرشي مانا هاو كامل مزير دي بروتكسون يادتهم ويشو كيف تسقي لأيديين وتباعد بين الناس إجراءات وقرارات اتخذتها الدولة مواكبة لملف جائحة الكورونا وجاهزية صحية لمواجهة هذا الفيروس اللعين لكن يبقى دور المواطن ما عليه المدار في التصدي لفيروس ملأ الدنيا وشغل الناس عبدالله الصوفي قناة الموريتانية مدينة النامة إلى هنا مشاهدنا كرام نودع زميلتنا عيشة متعلي التي رافقتنا في الشوزي الأول من هذه النشرة مشكورة ويبقى معنا من الحوض الشرقي وتحديدا من عاصمة الولايات نعم مراسمنا عبدالله وللصوفي أبدالله مساء الخير مساء نور عبدالله نفس السؤال المطروح على عموم التراب الوطني الحالة الوبائية على مستوى ولايات الحوض الشرقي والشهود المبذولة لمنع تفشي الفيروس شكرا جزيلا بالنسبة للحالة الوبائية للأسف اليوم تم تسجيل ثلاث حالات على مستوى الولاية حالتان في تنبطة وحالة هنا في مدينة النامة هذه الحالات حالات مخالطة يذكر أنه منذ بداية الجائحة وحتى الآن تم إجراء ثلاثة آلاف وتسع مائة فحص منها بالإضافة إلى الحالات الجديدة منها مائة وثمان وخمسون حالة موجبة بينما مثلت حالات الشفاء بائة وأربع وأربعين حالة لتبقى الحالات المتابعة حتى الآن والنشطة سبع حالات في حين توفي للأسف الشديد سبعة مصابين بفيروس الكوفيد 19 نترحم على أرواحهم هذه الحالات من بينها 130 حالة مخالطة و20 حالة مجتمعية وثمان حالات وافدة هذه الحالة الوبائية بالنسبة لعموم ولاية الحوض الشرقي بالنسبة للجهود المبدولة في الشقة الآخر من السؤال الجهة الصحية تؤكد أنها أصبحت أكثر تمرسا بحكم تجربتها مع فيروس في مواجهة فيروس كورونا والولاية كذلك تتوفر هنا في عاصمتها النعمة على وحدة لمواجهة الفيروس تجتمل هذه الوحدة على سر للحجز وعلى أطباء مختصين ومدربين وكذا تجتمل على الأجهزة التي تمكن من إجراء الفحوصات والفحوصات السريعة بالإضافة إلى أجهزة قياسي الحرارة هناك أيضا على مستوى كل ولاية فريق طبي توكل إليه مهمة متابعة ملف الكوفيد 19 أذكر أيضا أن المقاطعة الوحيدة من بين مقاطعات الولاية التي لم يصل إليها الفيروس ما زالت خارج مخططات وحسابات فيروس الكورونا هنا على مساوية الحوض الشرقي هي مقاطعة ولاته بالنسبة للجهود الموازية التي تبذلها السلطات الإدارية هنا تقوم الجهات الإدارية بالتنسيق مع هيئة المجتمع المدني وكذلك الفاعلين المحليين لتسيير أو بالإعداد لتسيير قوافل تحسيسية على عموم تراب الولاية وفي مخطط هذه القوافل التحسيسية طبعا التركيز على أماكن التجمعات خاصة الأسواق الجهات الصحية توجه نداء وهذا ما لبسناه من خلال مقابلاتنا مع توجه نداء إلى المواطن وإلى أهالي وسكان الحوض الشرقي عموما هو أن كل الجهود المبدولة لن تجدي إذا لم يكن هناك تعاون تام مع المواطن بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية إجراءات السلامة خاصة وأن الموجة الجديدة من الجائحة بدأت تضرب بشدة وبدأت تظهر الحالات المجتمعية والحالات المجتمعية تعني كل الشكر أستسمحك على المقاطعة زمين عبدالله ولصوفي كل الشكر لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات كنت معنا من عاصمة الحوض الشرقي النعمة شكرا شكرا محمد من ولاية الحوض الشرقي لولاية غورغل نتابع من هناك تقريرا عده محمد لمينو للهادي تطرق فيه لمظاهر تعاطي المواطن هناك مع الإجراءات الجديدة لموجهة فيروس كورونا قليلا نتابع التقرير الذي عده سمينونا من هناك يتابع الشارع في مدينة كهيد تطورات الحاصلة في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا باهتمام كبير ممزوج بحاضر شديد من تداعيات الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 داخل أسواق كهيد يدور الحديث حول القرارات الأخيرة التي أقررتها الحكومة لمواجهة الفيروس وهي قرارات يثمنها المواطنون الذين أكدوا على معرفتهم التامة بخطورة المرض وضرورة التقيود بالالتزامات الطبية نحن التجار هنا من تزمين الحضر من موجة كورونا لطريقنا خيره وسلامته ومن تلبسين بالحضر دعا دبوتك فيه جماعة متباعدين وعاد المولي شور الدار كيف ذلك راجع عند الله يطينا خيره والله الناس خايفة كانت خايفة حتى وخفية الخوف وراجع لها لارك المولي من جديد بهذا قالوا أن واخذها من نمو لارك جديد وطوب والله ونحن هنا الحمد لله متبعين لإحترازات الصحية لإجراءات الصحية كي تباعد وغسر لأيدين ومحافظة كاملة متبعين الحمد لله البيع كان خالق قالوا مساء جاء كورونا عادت الناس خايفة متزمة به تيفية ماتوا وحمد لله قابلهم يجي بهم خايفة من تمس من كل حد من تباعد من خوف معنى الناس عادت خايفة جد لأن كورونا عادت خالق محطات النقل هي الأخرى تتابع مؤشر ارتفاع الإصابات ويؤكد القائمون عليها على اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية من كورونا خايفين من هذا المرض اللي إطاري وهذه المرحلة الثانية منه أدنى ذال اللين حتى صبحوا بنا اليوم صبحوا عن التلاميذ اليوم بإغلاق المدارس وعسين ياسر من العس اللي أدرك أن ننكسوا بخصاجة عن المطلوب كنا نرفض عشر عدلنا نرفضوه ثمانية والله ستقع بنا الخوف من هذا المرض وخاطعين لوامر لقلت الدولة وسامعين لها وقابلين الكمامات لهم عندنا ونقص الويدين بالصابون ونعملوا هذا اللي نقلوا أدي جفل نحن هنا السائقين دائرين من نباش في وتاتنا نصق الويدين دائما نحن الناقلين في كيهيد منتج من تعليمات الليطات الدول وقالوا لهم فمات موجة ثانية لأنها خطيرة ولأنها باخرين شم تعبئة الناقلين والركاب في نفس الوقت لنا نعم لهم ترمو يصقوا لأيديهم بأومه والكمامة هذه وتباعد شوي تباعد الناس ما كانت شك أنه مرض والله ما كانت على مستوى من خطورته وسمعت بخباره بعد أنه جيارك منه موجة إن شاء الله خير وسلامته وقابض حيارهم عن نصوحة لطباء تسمع فيه الناس تعرف الامراض على كل حال بعد أننا عاسين ولا نسمعه شيء فيه ماء ويبغنا شاء الله احتياطاتنا منه كامل ويبقى وعي المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الصحية الضامن الأساسي لتقليص أعداد الإصابات من فيروس يتميز بسرعة الانتشار والعدوى محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي وللحديث بتفاصيل أكثر عن الوضعية الوبائية على مستوى ولاية غورغل نستضيف لكم مباشرة سيدة مريم بكار هيب رئيسة مصلحة السلام والنظافة العمومية في الإدارة الجهوية للعمل الصحية بغورغل أهلا وسهلا بكم معنا في هذه النشرة سيدة مريم مساء الخير نوصل هذه النشرة القالية لكن من غورغل إلى البراكنا حيث شهدت مقاطعة بوكي اليوم حفل تتشين فرع للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب في المقاطعة يأتي تتشين هذا الفرع ضمن الفعاليات المخلدة لذكرى سيتي لعيد الاستقلال الوطني يأتي تتشين فرع الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب في بوكي في إطار التتشينات بمناسبة عيد الاستقلال الوطني تهدف هذه الوكالة المحلية في بوكي إلى النهوض بتشغيل الشباب على المستوى المحلي من خلال خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية محلية حضر لحفل التتشين مستشار ولي البراكنة وحاكم مقاطعة بوكي وعمدة البلدية وبعض الشخصيات المعنية عمدة بوكي في كلمته أكد على أهمية دور الوكالة في التشغيل مؤملا أن ينعكس ذلك على دمش شباب المدينة في الحياة النشطة الوكالة المحلية في بوكي هي ثمرة شراكة بين الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وبرنامج تحول الزراعي في موريتانيا باتام وككل الوكالات المحلية فإن وكالة بوكي ستقوم بإصداء كافة خدمات الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب من استقبال وتسجيل واستمارة وتوجيه ومرافقة ومواكبة لكل الباحثين عن العمل على مستوى ولاية البراكنة خاصة منهم الشباب وعلى وتعالى ذلك فإن هذه الوكالة ستشرع فورا افتتاحها في تنفيذ مكونة برنامج باتام المتعلقة بالنهوض بالمقاولات الشبابية والنسوية من خلال تطعية روح المقاولة لدرجة مهور المستهدف وتسهيل ولوج الباحثين عن العمل إلى فرص التشكيل بأجر وتقديم الاستشارة لأرباب العمل ومساعدتهم على تحديد الكفاءات التي يحتاجونها وبقطع الشريط تجول الحضور داخل مقر الوكالة حيث تم تقديم شروح من القائمين عليها حول الدور الذي ستقدمه وينتظر من الوكالة المحلية في بوكي أن تشكل مصدرا من مصادر التشغيل لشباب هذه المدينة التي تتميز باحتوائها على مناطق خصبة لزراعة محمد من الهدي قناة الموريتانية مقاطعة بوكي إذن من مقاطعة بوكا نعود إلى مدينة كيهيدي وضيفتنا هناك مريم بكار هيبة رئيسة مصلحة السلام والنظافة العمومية في الإدارة الشهوية للعمل الصحي بولاية قرقل أهلا وسهلا معك بكم معنا في هذه النشرة أهلا وسهلا أهلا بكي ماذا عن عدد الإصابات المسجلة حتى الآن على مستوى ولاية قرقل بفايروس كوفيد في موجته الجديدة وما هي قراءتكم للمؤشرات الصحية المرتبطة بالفايروس في الولاية بسم الله صلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حتى الآن منذ ظهور هذه الجائحة لأخيرة لم تسجل حالات معتبرة على مستوى الولاية ولا على مستوى المقاطعة المركزية نعم الجائحة مؤخرا لم تسجل والحمد لله أي حالة على مستوى الولاية الحمد لله جيد كيف تتعاملون مع الحالات المشتبهة بها والحالات المصابة أنتذكرتم أنه لا يوجد والحمد لله حتى الآن منذ بداية الموجة الثانية أي إصابات من ناحية الفحوص والعلاجات والوقاية من هذا الفايروس كيف تتعاملون مع المواطنين وإقناعهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تقوم الإدارة الجهوية للعمل الصحي مع بجميع النشاطات وتحسيس على مستوى المراكز الصحية والنقاط الصحية على الميدان بما فيه التحسيس على أهمية الوقاية كأساس للتصدي لهذا الفيروس والإقامة الجهات المعنية بالفحوص الضرورية بالمشتبه بهم وحث على التباعد ووضع الأقنعة والنوافة كأساس كأساس لعدم تبشي هذا الفيروس ما زالت ولله الحمد تسجل هذه النشاطات الاحترازية الاحترازية نتائج معتبرة وهي التصدي لهذه الجائحة على مستوى المراكز والنقاط الصحية والمستشفى الجهوي شكرا شزيلا لك سيدة ماريان بكار هيب رئيسة مصلحة السلامة والنظافة العمومية في الإدارة الجهوية للعمل الصحي بولاية جورغل شكرا شزيلا لك دائما في موضوع على الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا رصد مراسل الموريتانية في ولاية العصاب مشاهد وانطباعات للمواطنين تباينت إزاء جهود مواجهة الجائحة القالية المراسل رصد ما قال إنه ضعف في تطبيق الإجراءات خاصة من طرف المواطنين في الأباكن العامة بعد التزايد المتسارع بعدد الإصابات لم يعد خافيا على أحد عودة جائحة كورونا بموجة ذانية يخشى أن تكون أشد ضررا من سابقتها على البلاد هذا إذا أخذنا بالاعتبار مظاهر التهاون بالإجراءات الوقائية من انتقال العدوى كما هو الحال هنا في مدينة كيفا ذات الكذابة السكانية المرتفعة فالتمسك بالعادات الاجتماعية الناقلة للفيروس لا تزال السمة الأبرزة بين السكان وإن كان من بينها ما له تأذير إيجابي بالتصدي للجائحة وبجولة سريعة في سوقها يمكن للمرء معرفة حجم المشكلة بغياب الاحتراز عن ملامح الوجوه والابتعاد عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي النسبة للمرصف هي ياسر من الخالق كلهم لا واطئ إلى الثاني مهم قاضين لحتيات تباعد يالتعود فيهم كامني كلهم بينهم مسافة مع الثاني ذاك ممو معدلين هم تلحق إلى شهرتها تلحق خمسة أو ستة راكبين على اليوم وفي نفس تاكسيات راكبين ذو كامني كلهم لا راكب على الثاني ما أنا قيل أنا مقاضين لحتيات الناس ما زالت تعيش نفس حياة طبيعة التي كانت تعيش بها لول الآن أنا أرى ساعة أيام كورونا لولي الناس بدأت تتحاضل وبدأت تدخل التوعية يقال ما لذاك حال الناس رشت حالها طبيعي تعيش مهم أي خطأ ضرورة التقيد بالتدابير الواقية من الإصابة بالفيروس والمحافظة على الصحة الغير عبر تجنب بأسباب نقل العدوى أمور رأى بها بعض سكان المدينة أنجع السبول للحد من تفشي الجائحة المريتاني يحافظ على الجسد ويحافظ على ثقة ويحافظ على إيمان وبالله ما يخرج من الدار يكون صاق لأيدي ومتلثم ويقود ما يخذ احترازه كامل ولا يتحتك بالناس ويقود بينه بين الناس ميطرين من التنسان يقال تنسق رغم معرفة سكان مدينة كيفا أكثر من غيرهم بجائحة كورونا وتداعياتها على الحياة صحيا ومعيشيا لا يزال التقيد بالإجراءات الاحترازية شبه معدوم مع غياب حملات للتوعية تعمل على تثقيف المواطنين حول خطورة هذا الفيروس من الضو على الوضعية الوبائية في ولاية العصابة نستطيف لكم مباشرة من كيفا سيد صنب الشيخ الفلاني هو مسؤول التثقيف الصحي على مستوى ولاية العصابة أهلا بكم ضيفي الكريم أهلا وسألان أخي الكريم من خلال عقد مقارنة بين الوضعية الوبائية على مستوى ولاية العصابة وباقي ولاية الوطن أين تضعون العصابة وما هي دلالات هذا التباين في الإصابات من منطقة إلى أخرى أحوال الله الحمد ولاية العصابة بالنسبة لباقي الولايات الوطن الأخرى على حسب النتائج لمستوى الوطن نعتبره كيف في المرحلة الثانية ما هي الإجراءات التي تنون اتخاذها لمنع تفشي الفيروس مجددا في الولاية لمنع تفشي الفيروس من جديد في هذه الموجة ننوي إن شاء الله هو التكثيف من تحسيس على مستوى جميع الولاية النقاط الصحية والمراكز الصحية وعلى مستوى دعم المجتمع المدني والأنشطة الشبابية من حيث للتحسيس ومعرفة خطورة البرط وتأثير على الساكنة وعلى المواطن ومعرفة الإجراءات الاحترازية من حيث غسل أيدي ووضع الكمامات وتباعد الاجتماعي وتثقيف الساكنة كلها على خطورة المرض من أجل النقص والحد من خطورته على الساكنة كل الشكر لكم سيد الصنب الشيخ الفلاني مسؤول للتثقيف الصحي على مستوى ولاية العصابة كنت معنا من عاصمة الولاية كيفا شكرا جزيلا لكم احتضن مركز التشوط فعليات حفل وضع الحجر الأساس لبناء منشآة إدارية منزل ومكاتب للمركز الإداري بالتشوط قليتات هذه العملية ضمن جهود السلطات العمومية لضمان بناء مرافق خدمية حيوية لتسسيل العمل الإداري وتنظيمه في الولاية مركز تشوط الإداري التابع لمقاطعة سليباب كان المحطة الأولى ضمن زيارة والي قدماغة لوضع حجر الأساس باسم وزيرة الإسكان والسصلاح الترابي لبناء منشآة إدارية مهمة تضم مبنى إدارية يضم مكاتب وسكنا لرئيس المركز وقد رافق الوالي خلال وضعه حجر الأساس رئيس المجلس الجهوي وحاكم سليباب وعمدة المركز وسلطات الإدارية ورئيس المركز كما تفقد الوالي تقدم الأشغال في توسعة ذانوية تاشوط عمدة بلدية تاشوط شكر الحكومة على هذه الحمد لله اليوم آآ 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 نسكر الحكومة نسكر الحكومة على ذلك آآ آآ بعد بعد اليوم إن شاء الله من هون إلى هناص السهر كما كتب في هذا الحجر الأساسي لأنه آآ البناء سيتم البناء إن شاء الله وشاكرا لكل الذين الذين حضروا في هذا هذا المكان المواطنون بدورهم ذمنوا هذه المنشأة الحيوية مطالبين الجهات المعنية بالإسراع بالتجاوب مع مطالبهم الأخرى تأتي هذه المنشأة في إطار سياسة الحكومة الهادف إلى تقريب الخدمات العمومية من المواطنين في جميع أنحاء البلاد بهابييري ليدالي قناة الموريتانية مركز تاشوط الإداري في منطقة شراين بتقاند تم تدشين محطة كهربائية لتزويد المنطقة بالكهرباء المستخلصة من الطاقة النظيفة محمد وبحسب مراسل الموريتانية في تقاند فإن السكان في بلدية الوحات يعونون على المزايا الاقتصادية لهذه الخدمة التي انتظروها طويلا حفل انطلاق مشروع تزويد مدينة أشاريم التاريخية بالطاقة الكهربائية النظيفة والممول من طرف منظمة يو اس الامريكية شكل مناسبة لتذمين هذا المشروع الواعد بالنسبة للساكنة هنا نجتمع اليوم احتفاء بتدشين هذا المشروع العظيم في رمزيته مشروع تزويد مدينة أشاريم التاريخية والجميلة بطاقة الكهربائية النظيفة إحداثنا للتعاون بلنا بين بلدتنا ونظمة مؤسساء بأس أدو بجزير الشكر إلى الحكومة الأمريكية على العون السخي الذي ما فتهت تقدمه لبلديتنا والشكر الموصول لأس آدف الذي مول هذا المشروع إلى مكتب كوجا لأشرف على إنجاز وإلى إيدي أسل بل الذي تكفل بالمتابعة والتقييم سفير الولايات المتحدة الأمريكية ببلادنا بيّن أن هذه المحطة المدشرة اليوم تأتي ثمرة للصداقة والشراكة المذمرة بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية معربا في نفس الوقت عن سرورك بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة هنا بمدينة أشاريم وستزود هذه المحطة الكهربائية الساكنة هنا بمدينة أشاريم بالكهرباء النظيفة عبر 64 لوحة شمسية بقوة 300 وات لكل لوحة لقناة الموليتانية الشيخ أحمد لطلبة من مدينة أشاريم التاريخية تتميز ولاية أدرار بوجود مسارع النموذجية تحت الواحات وفي مناطق الوديانة وتشكل هذه المسارع أرضية ملائمة لإنتاج الحبوب والخضروات السلطات الإدارية بأدرار نظمت سيارة تفقد لبعض هذه المسارع والمشآت تربوية بالمنطقة ضمن جهود متابعة تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالولاية ولأدرار سيد حداد بالياتر يؤدي زيارة ميدانية للمزرعة النموذجية بتيارتستر ببلدية الطواز تمكن من خلالها من الوقوف على هذه المزرعة التي تضم أزيد من أربعة عشر ألف نخلة على مساحة تقدر بمائة هكتار يستفيد منها أكثر من أربع مائة أسر عن طريق منح كل واحدة منها ستة وثلاثين نخلة زيارة الوالي زين والوالي استمع عننا والحكومة شاكرين كاملة وشاكرين مشروعنا وصاحب المشروع شاكرين واللي علينا زيارة زين ونحن قاربين وعطينا عناية وطالع لمشاكلنا ونشوف ونقول الوالي استمع إلى شروح مفصل قدمها المنسق الجهوي للواحات عن الأهداف من هذه المزرعة وتقنية الرأي بالتقطير المعتمدة فيها وما زودت به من آبار ارتوازية وخزانات لتوزيع المياه كما استمع إلى مطالب المستفيدين منها بتوفير قطع أرضية بمحادات هذه المزرعة فضلا عن مساحات لزراعة الخضروات نحن هلوات ساقلي ونبقوا السك ونبقوا بليد شيطور ونشفتوا الحق نتناقله ونخل نشره من بعيد ونتكلف به ونجيبوه ونعدلوه ونبقوا للوتاث تموا يرفضون ويردون نناقلوته يخارصون السك وعدلونا شي صارح فنخلنا هذا ويقلعوا عننا ذلي فيه وخلونا نعدلوه الحريضة فيه الوالي أدى كذلك زيارة للمدرسة الابتدائية قيد الإنجاز بكسير الطرشان مكنتهم الوقوف على مدى تقدم الأشغال في هذه المؤسسة التربوية وأستمع من المدير الجهوي للتهذيب الوطني بأدرار إلى أشروح عن مكونات هذه المؤشآة التعليمية ودورها في توفير بنية تحتية ملائمة للتدريس الشيخ الأحميدي الموريتانية بلدية الطواز ودائما في ولاة أدرار احتضنت قاعة الاجتماعات بمبلغ الولاء لقاء تحسيسيا منظما من طرف المجلس الأعلى للفتوى والمظالم حول دور المجلس في الإفتاء ورفع المظالم وطرق الاستفتاء ووسائله محمد نقش لقاء جملة من المواضيع المثبتة بمسائل الفتوى وعلاقتها بالقضايا التي تمس حياة الناس في دينهم ودنيا خصصت بعثة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إلى ولايات الشمال اجتماعها مع الأئمة والفقهاء ورؤساء المصالح الجهوية بولاية أدرار للتعريف بالمجلس والمهام المنوطة به في إصدار الأحكام الشرعية وتسوية المظالم والإرشاد ومحاربة الغلو والتطرف المبني على التأويل وذلك بحضور السلطات الإدارية بالولاية الوالي المساعد لولاية آدرار رحب بالبعثة مستعرضا دور هذه الهيئة الاستشارية داعيا الحضور إلى الاستفادة من المحاضرات التي سيلقيها أعضاؤها المجلس هيئة دستورية منصوص عليها موجب دستور الجمهورية مكلفة بإبداء الآراء الفقهية في القضايا المطروحة مكلفة كذلك بالنظر في التظلمات المطروحة من طرف المواطنين بعلاقتهم بالدولة من خلال إداراتها والله مجموعاتها المحلية من بلديات وشهات والله من المؤسسات العمومية والله من أي جيهة مكلفة بإدارة مرفق عموما رئيس البعثة قدم عرضا عن محاور عمل المجلس والمسار الذي تسلكه الفتوى قبل إصدارها وطرق الاستفتاء ووسائله مبينا ضوابط الفتوى والمرشعية المعتمدة في بلادنا حيث الفقه المالكي بأصوله وفروعه يقدم حد كتابه بسؤال سؤال مكتوب وتجمع له لجنة بتحيل الشخص منها مذوي الخبرة ويكتب فيه جواب وتجمع له لجنة وتقوم له لكتب وهي حال الجمعية العامة كاملة تجمع له أعضاء المجلس اللي هم تقريبا تسعية ويقرون منهما يقروا ويطرقون منهما يتركوا المجلس يعتبر هيئة استشارية لرئيس الجمهورية ويمكن الرئيس الجمهورية يطلب منه في نازلة فقهية معينة يقدم له استشارة ويمكن للحكومة أيضا يقدم له استشارة في مجال اختصاصه وتمكن أيها قضاعية أيها من الدولة تتقدم كتابة تطلب من المجلس يبين لها الحكم الشرعي في هذه النازلة لحد الله العرض أشفع بتعقيب من أعضاء البعثة يبينوا فيه طرق التواصل مع المجلس للاستفتاء ورفع المظالم وذلك عن طريق الاتصال المباشر أو عبر الوسائط المختلفة المتاحة وقد ذمن المتدخلون الدور الذي يتطلع به المجلس في تنقيح الفتوى والبت في النوازل مطالبين بتسهيل التواصل معه والمزيد من التعريف به كما شملت المداخلات طرح بعض الإشكالات رد عليها أعضاء البعثة للموريتانية أحمد معلوم محمد أطار خلدت شغيلة في أزورات أمس العيد الدولي للشغيلة المنجمية الموافق للرابع من شهر دجنبر تحت شعار عمال السني عطاء مستمرة لمستقبل واحد تميزت الفعاليات المخلدة لهذه المناسبة بتنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة شارك فيها سكان المدينة المنجمية تعيش مدينة الزورات هذه الأيام أجواء احتفالية تخليدا لعيد الشغيلة المنجمية الدولية مسابقات ثقافية ورياضية وأخرى ترفيهية أطلقتها الرابطة الثقافية والرياضية الكدية بالمدينة المنجمية إحياء لهذه المناسبة الدولية بإشراف مسؤولين في شركة سنيم البداية كانت بمسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم بمشاركة تلامذة المحاضر وإشراف من لجنة تحكيم تم اختيارها من أئمة الجوامع وحفظة القرآن ثم الألعاب الذهنية بدءا بلعبة الشطرانج التي شارك فيها إثنان عشر لاعبا من الأطفال وعشرة لاعبين من الكبار تحت إشراف مدرب دولي مرورا بلعبة ظامة التقليدية التي تنافس فيها إثنان وعشرون لاعبا من مختلف أحياء المدينة والتي تشكل جانبا مهما من موروثنا الثقافي كما كانت ألعاب السيغ وكرور حاضرة هي الأخرى بقوة في المظاهر الاحتفالية المخلدة لهذه المناسبة وشاركت فيها عشرات النسوة معظمهن من العاملات في شركة سنيم وزوجات وبنات العمال وهنا شكل هذا المشهد لانطلاقة الرسمية للمسابقة في كأس الرابع من دجمبر في لعبة التنس التي يشارك فيها لاعبون مميزون من المدينة وعلى مستوى كرة السلة انطلقت تنافس على الكأس بمشاركة ثلاث فرق رئيسية من مدينة الزراث سيتنافسون من أجل قطف الجائزة الأولى لهذه اللعبة على أن يحصل الفريق الثاني والثالث على جوائز أخرى مخصصة لهذا الغرض اطلاقنا جملة من النشاطات الرياضية والثقافية تخليدا العيد عمال المناجم وهذا من أجل إنشاء فرص تنافسية بين العمال وبين عائلات العمال في شتى نواع الإلعاب والرياضة وبالمناسبة وهني زملاء العمال على عيد عمال المناجم الألعاب المنظمة بمناسبة الرابع من دجنبر شملت أيضا الكرة الحديدية بمشاركة عشرات اللاعبين المحليين وفي المساء تبارى الشعراء ذأنشدوا قصائد ملتزمة وتوجيهية تخدم المرحلة متنافسين على المراتب الأولى وتشمل التظاهرة المخلدة لهذا العيد مسابقة للدراجات وأخرى في كرة القدم والكرة الطائرة ويأتي تخليد هذا العيد وفق مقاربة تجمع بين أساليب العمل المنتج والترفيه والتسلية نظمت اتحادية الوسطاء والبرص الموريتانيين مساء أمس في نواكشو تظاهرة تذمينا لقرار السلطات العمومية السباحة بدخول السيارات غير المشمركة والتي كانت محجوزة عند المعبر والنقاط الحدودية المتدخلون أشاروا إلى أن القرار جاء تربية لمطالب ملحة كانت تراود المستوردين والباعة على حد سواء بحسب تعبيرهم استراد السيارات المستعملة من الخارج وعرضها للبيع في الأسواق المحلية مع ما يصاحب ذلك من إقراهات أحيانا وصعوبات أحاين أخرى جعلت ما بات يعرف ببرس السيارات في نواكشوت فضاء مفتوحا أمام هوات التسوق والتجوال في عالم السيارات الباحثين عن كسب الرهان في صفقة يتم إبرامها في العادة بين شخصين أو أخرى تتم بالتراضي على أن يستفيد من ريعها أكثر من سمسار في خضم محاولات من المستثمرين في المجال لتنظيم هذا القطاع الحيوي تحت يافطة موحدة تواكب السلطات العومية هذا السوق بإجراءات تحفيزية كانت محل إشادة والتنويه من لدن المستهدفين باسم اتحاد الوسطى والبراص الملتانيين من الموردين ومن ملاك برصات في تفرق زينة وفي كرافور في تنسويل وفي نواذيبو جميع ولايات الوطن كانوا متأثرين من ذا القرار الجائر اللي كان مطبع وشاكلين رئيس الجمهورية على هذه اللفتة الكريمة هذا القطاع اللي ينقل الاتحاد الوسطى والبراص الملتانيين فيه ياسر من الناس اللي عاطل على العمل ويمتص بطالة ويحارب ياسر من الأمور اللي رافدهم عن الدولة وعب كبير اللي يخلى على الدولة ملاك السيارات والباعة والوسطى ثمنوا القرار المتعلقة برفع الحجز عن السيارات غير المجمركة وطالبوا بتعجيل تطبيقه يسرنا في اتحادية الوسطى والبراص الملتانيين أن نرفع إلى فقامة رئيس الجمهورية ملتمسة إيد وشكر بمناسبة القرار الشجاع الذي تخص الدولة الملتانية مؤخرا بخصوص رفع الحجز عن السيارات غير المجمركة والسماح لنا بإدخالها إلى السوق البطنية ونحن إذن نثمن هذه الخطوة المهمة نتطدع إلى ما يلي أولا العمل على تخفيض الرسوم الجمهورية عن جميع أنواع السيارات المستوردة برا وبحرا ثانيا العمل على إصدار قرار يقتضي بتسريع وتسهيل إجراءات دخول السيارات عند مراكز الجمهورية والمعابر الحدودية بالنسبة لجميع متسبي اتحادية الوسطى والبراص مجداريين تخفيض الرسوم الجمهورية وتسهيل إجراءات الاستراد وإن كان مطلبا عند البعض فإنه أيضا يعتبر دعما وتشجيعا للألاف من المواطنين الذين اختاروا بيع وشراء السيارات مهنة هذا الجمهور والسيارات نحن زين عندنا ونستعذبوه أنه ياسر من الوطنية لو أن السيارات كانوا يعدلوا بمليون وستمئة هذه السقارات والأخرات مليونين وخمسين الف وإحنا راجعتنا اليوم على ثمانمائة وخمسين لوطة الكبيرة والسقيرة ستمية وخمسين وهذا إنجاز وبطاربين تخفيض أكثر من هذا بين طموحات القطاع الوصي بعمل المزيد وتطلعات المستثمرين إلى الكثير تبقى الاستفادة من هذه البرص مشتركة بين المواطنين بائعين وزبناء والآن نصل إلى ملف النشرة والذي يتناول حصلة عامة من العمل على مستوى قطاع التشغيل والشباب والرياضة تتي هذه الملفات ضمن سرسلة الملفات التي تعدها قناة البريتارية لرصد التطور والتقدم العمل والتقدم في العمل الحكومي وتقريب خدبات الدولة من المواطن التشغيل والشباب والرياضة يشكل الخيط النظم بينها مؤشرا لمستوى رقي ونموي ورفاه الشعوب والمجتمعات وفي بلاد نوعات السلطات الدورة الحيوية الذي يلعب هذا القطاع ومدل الارتباط الوثيق بين مكونات الثلاث فانشات قطاعا وزاريا بهيكلة جديدة هي وزارة التشغيل والشباب والرياضة وقد أهد إلى هذه الوزارة وضع السياسات والاستراتيجيات التي تضمن خلق فرص عمل لتشغيل الشباب والقيام بأنشطة تربوية وفكرية ورياضية تستغطب الشباب وتواكب مساره التعليمي والمهني وتعمل على تأهيله للمشاركة الفاعلة في خدمة وبناء الوطن وقد تمكنت الوزارة رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع مستوى البطالة وغياب التكوين مع وضع استراتيجية طموحة في مجال التشغيل عبر عدة برامج موجهة لامتصاص البطالة وتأهيل الشباب من بينها برنامج مشروع مستقبل وبرنامج مهنتي وذلك ضمن مكونة التشغيل في برنامج أولويات الموسع نحن قطاع تشغيل في الحقيقة لم يكن أي استراتيجية البلد الأقدين لم يكن أي استراتيجية شخص سنوات الناس تحاول أن ندعو استراتيجية ومولين الدوليين طالبين بها والمجتمع الدولي طالبين وما كان خالق منه الحمد لله استطعنا اليوم أن ندعو لدينا استراتيجية واضحة الحكم صادقة استراتيجية واضحة استراتيجية التشغيل شخص المشاكل وشخص التحديات التشغيل في موريتان ووضع عاليات جديدة ومن خلال هذه عاليات عاد لدينا برامج موجهة الامتصاص البطالي وخاصة التشغيل ذاتي لدينا مشاركة مشروعي المستقبلي اليوم من خلاله تقريبا خلقنا مئات من مفلس الأعمال للشباب لأطل عن الأعمال وخلقنا موالي برنامج نقال مهنتي بالتعاون مع وزارة التهديد البطنية وبرنامج مهنتي هو موالي موجهة للناس الذين لم يكن مهنة كيف قلنا الناس الذين لم يكن مهنة في البلد يوسر نسبة الناس الذين لديهم مهنة 5% وفي الوقت الذي لدينا قطاعات رائدة قطاعات واحدة قطاعات عندها قدرتها لخلق فرص العمل هائلة هذا قطاع الصيد مثلا وهذا قطاع الزراعة الناس التي تشتقل فيه جهدها لملجان موليتانيين من المتواجدين فيه بينما هذو القطاعين الذين وحدهم انهم يشغلوا قطاع الصيد وقطاع الزراعة يجب يشغلوا تقريبا ذلثين من موليتانية الشهادات مهمة يغير المولي نحن بآلة مليون في الحقيقة تغير حتى معنا خريطة التشغيل تغيرت الناس اليوم الشركات عادوا حاشة مبهارة هذو الناس المشاقلين المشكلة المطروحة هو لأنهم قلت المهارة دائما نقول هذه وهذا هو المتبارك نحاول وركن ملائمة مواعمة حملة الشهادة مع طلبات السوق العمل وفهم لذي أخرجت لكم اللي ما عندها شهادة واللي يوصل في هذا البلد واللي هي الموال التي تشتقل في ظروف غاسية حتى الموال الذي لم يشتقل الناس مهم حتى من عهودات على هذا القطاع الغير مصنف السكتر المشكلة الذي فيه أثرت الناس الذين تشتقل وفي ظروف ما لايقة التي نعتناو به وفي ذلك الصدد فهم استحداث استحداث وكالة جديدة تعالج هذه القضية وإذن خلق أتفهم نظرة جديدة لأن تشغيل ما هو لا وظيفة عمومية يقدموا لله ودنا القضايا لهذه البطالة ونختلف ونعود صريح معكم كيف قلت لكم معلومات ما كانت نقطع الموليتانيين والحق لك ما كانت نقطع لهم كان نفهم لها عشرة في الميادات البطالة أن نكون صريحين أكثر من 50 في الميادات من الموليتانيين لا يشتقلون ويوصل منهم يأس لأن لم تكن هناك أي سياسة واضحة لمؤالجة هذه القضية نحن نحن عندنا إرض بالحقيقة كبير حتى عندنا حقناه قدامنا قضية البطالة ونتيجة تراكم هذه البطالة تراكم السياسات فاشلة منذ الأقود هذا كامل تراكم وتبارك نعالجوه وإذا مولي حدث في وقت فيه ورقود الاقتصاد وخلق مولي وقت جائحة الكورونا إذن متبارك نعدل عمل جبار حتى قضية البطالة الحقناها قدامنا اللي يقدئ إليها هو القطاع الخاص ما هو القطاع الأمومي القطاع أمومي كيف قلت لكم ما يشقل يكون 5% معناها أنه ما يقد يقدئ إلي القضية وعلى مستوى قطاع الشباب قامت وزارة التشغيل والشباب والرياضة بإعداد استراتيجية وطنية للشباب 2020 2014 وعشرين وذلك بعد تشاور موسع مع مختلف القيادات الشبابية والفاعلين في المجال وستضمن هذه الاستراتيجية إشراك الشباب بقوة في دوائر صنع القرار وتبني القضايا التي تتصل به وحمايته من مخاطر التطرف والقلو ويعادة الاعتبار إليه عبر دمجه في مختلف السياسات الوطنية عن طريق برنامج وطننا الذي يضم سبعة أهلا بمنتسب شباب هذا البلد كان مهمش كان ينجر به في الاقترابات السياسة والمشاكل كان يستخدم من لدن النخبة السياسية إحنا عندنا رؤية شديدة لشباب موريتان عندنا رؤية شديدة لشباب موريتان لأنه نعود شباب رائد لنقودوا عندهم مشاريع ولن يعودوا عندهم المسؤولية ويفهم لأنه حجم المسؤولية المدير العية لأن هذا البلد لأنه ستين سنة نحن متباركين نعود له أنه ستين سنة نبنوا موريتان ولا تقدم بنا يكونوا بالشباب ولا يالله لأن الشباب موريتان لأنه دائما يستخدم الأغراض السياسية اليأس اللي كان فيه الشباب احنا متباركين كان ننوخضه منه ولا ينوخضه عن هذا اليأس كيفا بالتشغيل قادية التشغيل كيف تلك متباركين معه نحن متباركين مع المشارع لهذا الشباب ومتباركين معه ننكونوه ومتباركين عنه ننطوه الحرية التحبير فيها كنو يقبر عن المشاكل والتحديات اللي عنده ولذلك استحدثنا برنامج طموح وإذا كان وعد من فقامة للجمهورية وينقل برنامج وطننا وطننا وطنية ووطنك هو لنه هذا الفضاء اللي لا نجابه فيه كاملين فيها كنو نبنوا موريتان نحن نؤمن بأن هذا الشعب الأبي لا بد من حد يطيه الفرص فيها كنو يتكاتف ويقعد واحد فهمتن وهذا هو اللي المحور المتباركين معه هو زرع المواطنة لدى الشباب الموريتانية برنامج وطننا اليوم الحمد لله فيه تقريبا أكثر ما يزيد على 7000 منتسب وتبارك الله متباركين معه عمل جبار يعاونوا التواقم الطبية في مواجهة الكورونا يعاونوا التواقم التواقم التعليمية وزارة عندهم فهم برنامج مع تعاون مع وزارة التهذيب الواطني افتتاح المدارس عاونهم حتى فيها كنو التنظيم السنة الدراسية ومتباركين مع عمل جبار شغل الاهتمام بالرياضة وترقية لعبه المختلفة حيزا كبيرا في عمل وزارة التشغيل والشباب والرياضة حيث قامت الوزارة بزيادة 50% على الدعم السنوي الممنوح لاتحادات والجمعيات الرياضية مع اطلاق برنامج استجالي لبناء وترميم ويعادة تأهيل عدة مشاهات رياضية من بينها ملعب واذبو وملعب روسو وتم ضخ ما يناهز مليارا وخمسمائة مليون وقية مرات نقولها الحقيقة الحاقنا القطاع الرياضة وطعية مزرية مزرية النشاط الواحد اللي كان في هذه الوزارة اللي نقبضناها هو اليوم الوطني للرياضة هذه الوزارة ما كان عندها شيء عنده الشباب كان مهمش ما يصننت الرياضة كانت مقتصرة لعلي كرة القدم اللي في الحقيقة طورت هذه السنوات يعني المشكلة الاساسية اللي ما تروحها ودائما نرجع لها هي قضية منشآت ما عندنا منشآة صالحة لا دار شباب ولا ملعب الملعب اللي صالحة ذاك الشيء لا ملعب الأولمبي والله ملعب شيخ البودية ولذلك طلصنا برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي نقال له برنامج استعجالي لترميم وتأهيل وبناء منشآت رياضية وشبابية صالحة ولا عقب شبابنا بدأنا بناء ملعب النواذيبو اللي له سنوات سنوات ساكنت النواذيبو الحنو ولا شاهولوا الشيء والحمد لله ضخينا مليار وخمسمائة مليون وقيم من العملة القديمة فيها كنا نطو الشباب النواذيبو الشباب موريتان معناها ملعب لائق والحمد لله هذا الملعب سيكتمل الأشغال بإذن الله نهاية يوناير إلى فبراير بهلي ولا هيتخلق فيها كأس الأمم الإبريقية لأقل من 20 سنة المملي ملعب رمضان روسو اللي إن شاء الله لا تبدأ الاشقال فيه خلال أسابيع المقبلة وهذا تعهد من خلال الأسجمهورية اللي قابضه أمام سكان روسو سكان ترنزا وخاصة الشباب روسو إطار برنامج فخمت رئيسي المموسع اللي طرح سنة نهارات من مبود خاصة في منطقة الأفطوط نقال المثلث الأمل طرح سنة برنامج مملي للبناء بعض الملعب في مبود وفي مونغل ولا يعدل مملي باركاول ولا يعدل مناطق إخرى مانجل نرجع لها كامل في مملي تأهيل بعض دور الشباب اللي سمعنا سميناه مليون فضاء الشباب وبعض الملعب اللي متهالكة هون السبخة الميناء عرفات وفي الداخل الملي سيدي بابي عندهم ملعب لهم أكثر 10 سنوات هو موعدل خاسر متباركا مقا وفي ملعب نفس الشيء روس نفس الشيء إذن متباركا كامل كان نأهله نوفوه 2021 عندنا برمجة لاه إن شاء الله نبدأ ملي لاه نبنو ملاعب أخرى ولاه نبنو فضعات شبابية التي تمكن من الشباب لأنه يقبر عن مواهبه خالق شيء مولي فيما يتعلق استراتيجي الرياضة عددنا ما كانت عدل في البلد الغلاف المالية التي كان نعطى لاتحاديات الرياضية زدناها 50% هذا ما كانت عدل في البلد وإذا مهم حتى ونذكر مولي الدعم المتباكن عن عدله لقطاع الكرة القدم في أقل من سنة ورغم جاعة الكورونا تقريبا الدولة رصد مليار وثمين مليون لاتحادي الكرة القدم لكن هذا معناها لكن مستوى للاحقته الأندية الوطنية وفي المنافسات الدولية أنه ما يدن وهناك أيضا من الدعم ما كان يؤدل للأندية والجمعيات التي تنشط في الأحياء النائية هذه مهم حتى فهم خلاف تقريبا يزيد لأشرين مليون من الفضل في العملة القديمة رصدتها الدولة سنة لأكثر من سبعين جمعيات شبابية وهذا ما قد تعادل إذن فهم معناها لفتة كريمة اليوم شبابنا وجمعياتنا في هذا البلد وزارة تشغيل والشباب رياضة تعمل عبر خطة محددة على تنفيذ حزمة من المشاريع الرامية لتعزيز التشغيل وامتصاص البطالة وخلق فراص حقيقية للشباب وذلك في الوفق القريب ومن بين أبرز تلك المشاريع إنشاء صندوقين أحدهما للتشغيل والآخر للمقاولات الصغيرة إضافة إلى إطلاق مشروع قابلية التشغيل للشباب مطلع 2021 فم أفاق رائدة حتى برامج إن شاء الله نشوف كيف مشروع مستقبلي إن شاء الله نوسعه المرحلة الأولى قبلنا منها عبرة والاختلالات التي خلقت فيها فهمناهم نوسعه إن شاء الله وليشمل إن شاء الله مريتا كاملة وليشمل يوصل من الشباب فم برامج تستهدف للناس اللي ما عندها حملة الشهادات واللي يوصل حتى في البلد لا ينأطرها ولا ينأطرها وليش خاصة من القطاع الخاص القطاع الغير مصنف لا ينشاء الله نرفعه من مستواهم وفهمهم من المتبال كلمة إصلاح وكالة اللي في الحقيقة ما أدت لمهمة نقطات لها ولا آت صالحة بالحقيقة لتحديات اللي اللي مواجهها اليوم خاصة الناس اللي عندها شهادات ونحن أنا حاس بها والحكمة حاسة بها ونعرفون اليوم من أكبر تحديات اللي عندنا هذه الشريحة اللي عندها شهادات واللي ما عندها حد صنعت لها واللي ما عندها وفرصات نقطالها إذا المتبالك كان أنا صلح إن شاء الله لانا بيش الوكارة الوطنية لتشغيل الشباب فيها إن شاء الله وتقود متماشى مع التحديات اللي اليوم وفهم مولي كي بتكتلكم برامج أخرى التكوينية مهنتي إن شاء الله لاهي بإذن الله تؤعمني البلد كامل وفيها الناس مريتانية يقودوا عندهم مهارة ويستعلوا القدرات اللي عندهم ولاهي برامج مولي إن شاء الله التشاركية لا يتوعدل مع وزارة التلمية رفية فياك أن نخلقوا فرص تشغيل في هذا المجال ولا يتوعدل مع وزارة الصيد نفس الشيء فياك أن نستخدم للمولي هذا الجانب وفهم إذا نمولي شي مهم حتى هو استحداث صندوقين صندوق للتشغيل والصندوق لمقاولات الصغيرة وهذا اللي إن شاء الله يمكن أن نطل فرص للناس لأصحاب المقاولات أصحاب المشاريع أحب الأفكار التي تطلب أن تبلور على أرض الواقع ورغم ما تحاقق من عمل وما تم إنجازه من مشاريع في قطاع التشغيل والشباب والرياضة فإن الشباب يتطلعوا للمزيد من العمل على مستوى تعزيز المشاريع الموجهة لامتصاص البطالة ودعم التكوين المهني والتأطير وتشجيع المقاولات والإبداع والابتكار والدفع بالشباب إلى تصدر المشهد في مجال ريادة الأعمال إضافة إلى تمكين الجمعيات والأندية الرياضية من المشاركة في الفعاليات القهرية والمنافسات الدولية وبناء المزيد من الفضاءات الشبابية والمشاة الرياضية إذن مشاهدين بهذا الملف عن قطاع شباب والرياضة نختم هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيه رئيس الجمهورية تسلم ملف ترشح رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم للمنافسة على رئاسة الكار الإعلان في الجمعية الوطنية عن انطلاق أنشطة فريق النساء البرلمانيات يهدف إلى تلقية حقوق الإنسان في بلادنا تفاوت في تعاطي الوطنين مع الإجراءات الاحترازية لواجهة تفشي فيروس كورونا في بلادنا وكاميرا الموريتانية ترشد مشاهد من ذلك في أكثر من ملاي للمزيد من الإخبار والتفاصيل بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت القالية وكذلك عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كما تمكن متابعة بثنا عبر الموجة الترددية 101.9 معيدي أتجدد معكم بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير لكم الحين هذه تحية مني ومن باقي فريق العمل ومن سميلتي القالية إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر